خلال زيارة معرض منجزات الصناعة النووية الإيرانية أطلق المرشد الإيراني علي خامنئي عدة تصريحات بشأن مسار بلاده إذن فأن تكون طهران تسعى لإنتاج السلاح النووي مشيرا إلى أن الغرب لن يستطيع منع إيران إذا ما أرادت ذلك لكن في ذات الوقت أكد خامنئي الانفتاح على اتفاق مع الأطراف الدولية لا يمس البنية النووية لبلاده في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزما لإسرائيل مشيرا إلى أن التل أبيب ستستمر في عمل ما يجب لحماية نفسها سواء باتفاق مع طهران أو من دونه فهل تنجح إذن واشنطن في الموازنة ما بين مواقف الطرفين وإلى أي مدى يزيد الموقف الإسرائيلي من تعقيد أو عرقلة التوصل إلى اتفاق نووي للمزيد من المتابعة ينضم إليه من توبتن بولاية بنسلفانيا ضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية سكوت آلينجر أستاذ سكوت مرحبا بك معنا إذن يتأكد يوم بعد يوم وجود هذه الاتفاقيات وربما الاختراق الذي حدث على صعيدها لدينا مواقف رسمية إسرائيلية الآن تتعاهد بأنها لن تكون ملزمة بهكذا اتفاق هل هذا يعني الإدارة الأمريكية؟ أعتقد أن رد فعل نتنياهو هو رد فعل طبيعي بسبب تلك الاستخبارات التي تحدثت عما لدى إيران إيران أظهرت بأنه ليس لها أي ميل للخضوع لأي اتفاق أو معاهدة في الأعوام القليلة الماضية وبعد أن انصحب ترامب من الاتفاق النووي زادت المخزونات بعشرة أضعاف والمكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد خضعت لإيران وقالت إنها لن تزعجها وخصوصا في خصوص مسألة اليورانيوم المخصب الذي وصل مستواه 60% ولم يعود إلاها مش ضئيل جدا لوصولها إلى السلاح النووي ولكن إيران ليست مستعدة للخضوع لأي اتفاق ولذلك إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها ولكن أستاذ سكوت تصريحات خامنائي اليوم ليقول فيه أن الاتفاق مع الغرب أمر جيد وأن طهران على استعداد لاستمرار العمل والتعاون مع وكالة دولية للطاقة الذرية في إطار الأمم المتحدة ولكن ضمنتها هل يعتبر إشارة إيجابية في هذا المسار أو هذا السياق؟ كلا ليست إشارة إيجابية لا أشك ليس لدي أدنى شك في أن إيران تريد فقط استجلاب تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا رفع التجميد عن المليارات من الدولارات المجمدة وبالتالي فهي تعهدت بأن تسعى للاتفاق لكنها دابت على خرق وانتهاك الاتفاقات وهذا منذ الثورة الإيرانية وبالتالي هي فقط خدعة من إيران والحكومة الإيرانية للأسف الشديد حكومة بايدن يبدو أنها متعامية عن هذا الأمر ولا تأخذ في الحسبان تاريخ إيران من الخدعة ولكن أستاذ سكوت برأيك الجانب الإسرائيلي والضغط الإسرائيلية هل يمكن أن تنجح إذا ما أضفناها للعوامل الداخلية في إطار الانتخابات التحضيرية خاصة بالنسبة للجمهوريين في الولايات المتحدة وللكونغرس لأن المزاج العام هو ضد العودة وفق الشروط الماضية وفق الاتفاق السابق هل يمكن هذا أن تعرق المساعي إدارة بايدن؟ هذا صحيح طيب بأي معنى وهذا؟ آه تفضل أعتقد أن نتنياهو بإعلانه هو يحاول فقط كسب بعض الوقت وهو يسعى إلى حل هذه المشكلة وربما هو يريد أن يوقض الولايات المتحدة الأمريكية ويلفت انتباهها بأن إيران لا تلتزم بأي اتفاقات أو معاهدات ولا ننسى أن هناك استخبارات دولية أفادت بأن إيران تملك الخبرة والمعرفة لصناعة سلاح النووي ربما لم تصنعه بعد لكن ليست بعيدة من هذا الأمر وليس من مصلحة إيران أن تقرى لذلك أمام العالم وهي تواصل الدعاء بأنها ما تزال تطور هذه القدرات حتى تستفيد من المفاوضات مع أمريكا أرى أن نتنياهو والعديد من الوكالات الاستخبارية ترى أن إيران لديها المعرفة والخبرة للوصول إلى ذلك بسهولة لكن الذي ينتظر هو ما الذي ستفعله بهذه الأسلحة النووية هل بدأت إيران تصنع مثلا بعض الرؤوس النووية أو أشياء في الصواريخ تستخدمها لتحميل هذه الرؤوس لذلك نتنياه يريد كسب الوقت وإقناع الولايات المتحدة الأمريكية وإيقاظها طيب ولكن أستاذ سكوت التساؤل هو لماذا الآن الإدارة الأمريكية تدفع بهذا الاتجاه بعد أن كانت قد تخلت عن أي جهود ديبلوماسية أو سياسية للعودة للاتفاق البعض يتحدث عن اتفاق جديد أكثر تشددا لكن حسب كل التسريبات نتحدث عن تعليق التخصيب بما يصل للتسعين بالمئة مقابل أموال وإفراج عن أموال وتخفيف العقوبات من الجانب الأمريكي على إيران ألي يعني هذا تنازلات من الإدارة الأمريكية؟ ما هي دوافعها؟ بالتأكيد هذه تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا سؤال عريض وبنسبة للاستخبارات والسياسة الخارجية وبكوني خبيرا في هذا المجال يمكنني أن أقول إن هذه السياسة يصعب فهمها والآن نعرف تاريخ إيران تاريخها في الخدع وكذلك بدعم روسيا هي تقدم لها مسيرات وما تزال تفعل ذلك هذه أشياء يجب أن تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تغير سياستها مع إيران وتقر بأنها فاعل خبيث وأن أي مفاوضات فهي فقط خذلان إضافي للولايات المتحدة الأمريكية والمستفيد الأوحد سيكون هو إيران لكن إدارة بايدن تلح على مواصلة هذا النهج وهذا أمر ملغز باختصار البعض يقول ليدافع عن هذا التوجه أن بعض من هذه التفاهمات أي كانت هي أفضل من أن يستمر التقدم الإيراني غير المقيد باتجاه الأسلحة النووية سد أولينجير حسنا هذا صحيح ظاهريا فقط فإذا حدثت مفاوضات قد تقول إيران أنها أوقفت التطوير والتخصيب لكن إيران قضت أعوام كثيرة في تطوير هذا البرنامج وأي اتفاق قد توقعه لن يبطئ تقدم إيران وإنما فقط سيجعل إيران تستفيد من مليارات المليارات من الدولارات وهذا سيسمح لها بتصدير الإرهاب إلى خارج حدودها وبالتالي لا يجب أن نصدق أن أي مفاوضات ستفيد مع إيران واضح شكرا عذرني على المقاطعة ولكن ضابط سابق في وكالة الاستخبارات الأمكية سكوت أولينجير كنت معنا من توبتن بولاية من سلبانيا